لأطرحها ووضعها بين أيديكم إن حرق القرآن في محرم الحرام وحرق العلم العراقي في محرم الحرام يجعل من القضية أشمل وأكبر فتعم جميع المذاهب الإسلامية برمتها وأنا من هنا أدعو جميع المذاهب الإسلامية للتكاتف من أجل نصرة الدين والمذاهب نقطة مهمة أخرى سمعت استنكار أمريكا لحرق ودخول السفارة السويدية في بغداد الحبيب أقول لا يحق لدولة الإرهاب ودولة المثليين أن تستنكر مثل هذا العمل العفوي الشعبي وكان من الأولى لها أن تستنكر حرق القرآن في السويد والتعدي على الأديان والمذاهب وإثارة العنف ثم يقال أن هناك اعتداء على القوات الأمنية في السفارة السويدية أقول كلا وألف كلا ليس هناك أي اعتداء وليست القوات الأمنية ممن يدافع عن سفارة الحارقي القرآن والمثليين فالشعب مع القوات الأمنية والقوات الأمنية مع الشعب ثم أني لم أشأ التصعيد بعد حرق القرآن مرة ثانية وحرق العلم العراقي ليش؟ لأنه بها أيضا صورتي أيضا رفعها هذا الزليم فلا أشأ أن تكون ردة الفعل شخصية فالتصعيد إلى وقت آخر إذا تم تكرار المسأل أدعو منظمة التعاون الإسلامي للاجتماع فورا من أجل حرق القرآن ونصرة الإسلام وكذلك أدعو جامعة الدول العربية بخصوص هذا الأمر أيضا للاجتماع في العراق أو خارج العراق من أجل نصرة الإسلام أتمنى على المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية أن يكون شوية موقفها أشد وأقوى من ذلك ثم أدعو دول العالم إلى سن قانون يجرم حرق القرآن ويجعله جريمة إرهابية كما أن التعدي على السامية والمجتمع الميمي يعتبر جريمة فلابد أن يعتبر حرق القرآن أيضا جريمة وإلا كانت هذه إزدواجية في المعايير الديمقراطية والحرية إن حرق القرآن سيزيد من تفاقم الخلافات في العالم ويزعزع الأمن العالمي ولكنه في نفس الوقت سيكون مانعا للتطبيع مع إسرائيل مع إسرائيل فالدول الإسلامية والعربية غاضبة ولن تطبع مع إسرائيل من الآن فصاعدا هناك خمول لدى الشعوب الإسلامية في نصرة الإسلام ونصرة القرآن فأدعوهم إلى وقفة جادة وحقيقية من أجل نصرة الإسلام ثم هناك أمر مهم أن الإساءة للقرآن كانت في السويد وليس في ذلك دلالة على أن الشعب السويدي ضد القرآن وضد العراق في حقه للعالم العراقي نحن ضد الحكومة السويدية وليس ضد الشعب السويدي فنحن يجمعنا معهم مع الشعب السويدي علاقات طيبة إن شاء الله كذلك أن حرق القرآن كان من شخص مسيحي وهذا لا يعني أنه يمثل المسيح فالمسيح أخوتنا في الديني وفي العالم كله ليس في العراق فقط وعلى الحكومة حماية المسيحيين داخل العراق وفي الدول الأوروبية ولا سيما السويد لم نرى هناك تجاوب من الشعوب مع حرق القرآن ونصرة القرآن ولذلك أدعوهم وفي شهر محرم الحرام لإقامة شعائر الحسينية في كافة أوروبا عموما وخاصة في السويد من أجل نصرة القرآن ونصرة الإسلام ونصرة المذهب طبعا آسف لعدم استقبال الأسئلة